تحدث في أمور كثيرة ومن بينها قال بأن المشكلة بين الجزائر والمغرب ليست الصحراء الغربية وهذه البضاعة التي يرددها دائما ترى السؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الذي قال فيه تبون هذا الكلام لوزير الخارجية الأمريكي أن المشكلة ليست الصحراء الغربية واللفظ فيما معناه قال وفي الجوار لدينا المملكة المغربية حيث شهدت علاقاتنا دائما صعودا وهبوطا منذ استقلال إنه ليس حديثا ليس بسبب قضية الصحراء الغربية يعني في الترجمة فيما معناه الكلام اللي وردها في الرسالة اللي نشرتها الخارجية الأمريكية المشكلة في الوقت اللي قال هذا الكلام الجزائر داخل أزمة مع إسبانيا بسبب ماذا؟ ليس بسبب مشاكل بين الجزائر ولا بسبب الغاز ولا بسبب التجارة ولا بسبب الهجرة غير الشرعية ولا بسبب من هذا ولا بسبب التصريحات إسبانية مست الأمن القومي الجزائري أو تدخلت في شأنها الداخلي إسبانيا اتخذت قرار آخر فيما يخص الصحراء الغربية الجزائر انتفضت وغضبت إنت إسبانيا غضبت من عليها من أجل الصحراء الغربية كيفاش المغرب؟ هذه الحرب اللي عمرها سنوات وهذا الصراع لعمره سنوات راهوا بسبب أخرى بسبب حرب 63 وكذا وكذا من هذا القبيل هذا كلام فارغ هذا كلام لا معنى له أصلا مغالطة تاريخية أخرى أوردها تبون خلنا نشوفوا ترجمة ما قالوا هناك عقليتان طريقتان لرؤية الأشياء نحن نحترم جميع الناس نحترم حدود الناس بينما يمكنهم التوسع يعني يتكلم عن الآخرين يعني أنهم هم يمكنهم التوسع أنتم تعلمون أن أحدا لم ينسى ولن ينسى أي جزائر أن المغرب هاجمنا في عام 63 في ذلك الوقت لم يكن لدينا حتى جيش نظامي وهاجموا بالقوات الخاصة والمروحيات والطائرات كان لدينا 850 ضحية كانوا يهدفون إلى الاستلاء على جزء من أراضينا وفي وقت لاحق رفضوا الاعتراف باستقلال موريطانيا منذ عام 1960 وعندما كانت موريطانيا عضوا في الأمم المتحدة وكان لها سفراؤها الخاصون وما إلى ذلك لكن المغرب كان لديه مطالب إقليمية على كل موريطانيا كان عليهم الانتظار حتى عام 1972 عندما قبل الملك المغربي مصافحة الرئيس الموريطاني الذي اعترف به بعد 12 عاما من الاستقلال شوف المغالطة الكبرى المغالطة الكبرى التي ارتكبها تبون هنا وليس جديد لكن كل تذكروا حكايته مع جورج واشنطن الذي أهدى إلى الأمير عبدالقادر كوابس والأمير عبدالقادر والجورج واشنطن مات قبل ميلاد الأمير عبدالقادر بسنوات يعني ما هيش جديدة ولكن في هذه المسألة فيها كذب وفيها افتراع وفيها غلط خلينا نشوفوا ما قاله الرئيس أنذاك مختار ولدادة الذي تحدث عنه تبون في هذا حول هذا الأمر يحكي مختار ولدادة في مذكراته التي عنوانها بموريطانيا على درب التحديات أنه في شهر أكتوبر من عام 1967 التقيت لأول مرة بصورة مباشرة بوزير مغربي في برلين خلال زيارة عمل قمت بها لجمهورية ألمانيا الاتحادية ويتعلق الأمر بالسيد مولاي أحمد العلوي ابن عم الملك وأحد معاونيه المقربين ويضيف ولدادة أن سنة 1969 كانت سنة تطبيع العلاقة المغربية الموريطانية فخلال القمة السابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بأديسة بابا في بداية شهر سبتمبر استقبلت السيد الطيب بن هيما وزير الخارجية المغربي بناء على طلب منه وخاطبني قائلا جئت مبعوثا من صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني يؤكد لكم عزمه على استدعائكم لحضور القمة الإسلامية بالربار ويتمنى جلالته من صميم قلبه أن تقبلوا الحضور ما سيسمح لكم بإنهاء الخلاف العارض القائم بين بلدين الشقيقين وكان جوابي أنني إذا طلقيت من الملك دعوة مماثلة لتلك التي سيوجهها إلى رؤساء الدول المدعوة لحضور المؤتمر فسأرد عليها بالإجاب وبكل سرور ويتابع أول رئيس لموريطانيا أنه في 22 سبتمبر 1969 هبطت بمطار الربات وحين رأيت الملك الحسن الثاني محاطا بلجنة الاستقبال عند سلم الطائرة التي تقل وفدنا وعالمنا يرفرف إلى جانب العالم المغربي وسط الأربعين من أعلام مختلف الدول الإسلامية فمستمعت إلى نشيدنا الوطني يردده الجوق المغربي خلال استعراضي مع الملك وحدة من القوات المسلحة الملكية خامرني شعور بالارتياح والعزة قل ما شعرت به وتقرر على هامش القمة تطبيع العلاقات بين البلدين وعين الحسن الثاني قاسم الزهري سفيرا للمغرب في الواقشة فيما تم تعين أحمد والجد سفيرا لموريطانيا في الربات وفي الثامن من شهر يونيو من سنة سبعين تسعمية وألف وقع الحسن الثاني والمختار والدادة اتفاقي التعاون وحسن جوار بين البلدين معلنين بذلك وضع حل الخلاف بين البلدين وفي سنة 1973 أصبحت موريطانيا عضوا في الجامعة العربية وهو ما دفع أول رئيس موريطاني إلى الطول في مذكراته موريطانيا لم تستقل فعليا إلا سنة 73 كان ألف وتسعمائة وسبعين هذا واضح وبين واستقبله الملك في 69 وترى هل استقباله ليه بهذه الطريقة وعزف النشيد الوطني والعلم الموريطاني ورفرف كله وهو لم يعترف به كلام فارغ لا معنى له